تايلاند بلد الابتسامات تتميز بشواطئها الرملية البيضاء المياه الكريستالية الصافية الجبال الشاهقة والغابات الكثيفة سواء كنت تبحث عن الاسترخاء أو استكشاف الحياة البرية أو للغماس في صخب وزحمة الحياة فإن تايلاند تقدم شيئا مميزا لكل زائر في هذا الفيديو سنعرض أفضل ثمانية مدن وجزر في تايلاند مع الأسعار الجزء الثاني أهم المعلومات لتخطط لرحلة سعيدة واحد بانكوك تعد قلب تايلاند النابض حيث تجمع الحداثة مع التقاليد المدينة مليئة بالأسواق الصاخبة والمركز التجارية الضخمة والمطاعم المتنوعة التي تقدم أطباقا من جميع أنحاء العالم بانكوك تقدم أيضا العديد من الحدائق والمساحات الخضراء التي تعتبر ملاذا للراحة والاسترخاء ولا تفوت أخذ جولة في النهر فهي من أجمل الأنشطة في العاصمة التايلندية في بانكوك فنادق الثلاث نجوم تقدم غرفا بمتوسط سعر يبدأ من عشرين دولار لليلة بينما تبدأ أسعار فنادق الخمس نجوم من حوالي خمسين دولارا لليلة المطاعم تقدم وجبات تبدأ من اثنين إلى عشر دولارات اثنان بوكت ملاذ الباحثين عن الشواطئ الساحرة والأنشطة المائية الغوص والتجديف وجولات القوارب هي من الأنشطة الأساسية في هذه الجزيرة التايلندية بوكت تعتبر أيضا مثالية لمحب الطبيعة بفضل متنزهاتها الوطنية ومسارات المشي في الجبال يمكن للزوار التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والاستمتاع بالثقافة المحلية من خلال الأسواق التقليدية والمهرجانات تعتبر شواطئ بوكت من أجمل الشواطئ في تايلند على الإطلاق في بوكت تبدأ أسعار الفنادق الثلاث نجوم من حوالي ثلاثين دولار للليلة بينما الفنادق الخمس نجوم تبدأ من مئة دولار للليلة المطاعم تقدم وجبات تبدأ من أربع دولارات في قناتنا فيديوهات عن كل من بوكت، بانكوك، بيتايا، كارابي، هوهين وكل الأماكن المذكورة في هذا الفيديو والروابط في الوصف ثلاثة، باتايا، وجهة مشهورة بشواطئها الجميلة ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية على الرغم من شهرتها بالحياة الليلية تقدم باتايا العديد من الخيارات للعائلات مثل الحدائق المائية والعروض الترفيهية كما أنها توفر فرصا لممارسة الرياضات المائية مثل الغوص والتزلج على الماء في باتايا، فنادق الثلاث نجوم تقدم غرفا بأسعار تبدأ من حوالي خمس وعشرين دولارا للليلة وفنادق الخمس نجوم تبدأ من سبعين دولار للليلة الوجبات في المطاعم تتراوح أسعارها من ثلاثة إلى خمسة عشر دولار أربعة، هواهين هي وجهة شاطئية تتميز بأجوائها الهادئة وهي مثالية للعائلات والباحثين عن الاسترخاء تشتهر بشواطئها الجميلة وملاعب الغول في ذات المستوى العالمي كما أنها توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الخيل على الشاطئ وزيارة الحدائق الطبيعية يستطيع الزوار أيضا الاستنتاع بالمأكلات البحرية التزيجة التي تشتهر بها المدينة في هواهين، أسعار الفنادق الثلاث نجوم تبدأ من حوالي عشرين دولار للليلة بينما الفنادق الخمس نجوم تبدأ من ستين دولار للليلة أسعار الوجبات في المطاعم تبدأ من ثلاثة دولارات ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك خمسة تقع في شمال تايلاند وتتميز بأجوائها الجبلية والهادئة هي مكان مثالي للهروب من حرارة المدن الكبرى ولمحب الطبيعة أيضا يمكن للزوار القيام بالمشي لمسافات طويلة زيارة الشلالات والتمتع بالحدائق والمتنزهات المدينة أيضا تؤثر مجموعة رائعة من الأطعمة المحلية في الأسواق الشعبية فنادق الثلاث نجوم في تشيانغمي تقدم أسعارا تبدأ من حوالي خمسة عشر دولار للليلة بينما الفنادق الخمس نجوم تبدأ من خمسين دولار للليلة أما المطاعم فتقدم أجبات تبدأ من اثنين دولار ستة كارابي أحدة من أجمل المناطق في تايلند تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة من الجزر والكهوف الجيرية يمكن للزوار الاستنتاع بالرياضات المائية مثل الغطس والغوص وكذلك تسلق الصخور في رايل كارابي تقدم أيضا مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتناسب مع جميع الأعمار الفنادق ثلاث نجوم في كارابي تقدم أسعارا تبدأ من حوالي عشرين دولار لليلة بينما الفنادق الخمس نجوم تبدأ من سبعين دولار لليلة والمطاعم هنا تقدم أجبات بأسعار تبدأ من ثلاثة دولارات شارك الفيديو مع من ستسافر إلى تايلند معه سبعة فانجناجا منطقة خلابة تشتهر بجزرها الكارستية الشاهقة ومياهها الزرقاء الصافية وهي تعد موقعا رائعا لمحب الطبيعة والمصورين تقدم العديد من الأنشطة مثل جولات القوارب الكاياك والغوص بين الشعاب المرجانية الجزر المحيطة تؤثر أماكن مثالية للراحة والاسترخاء بعيدا عن الزحام في فانجناجا الفنادق الذات الثلاث نجوم تقدم غرفا بأسعار تبدأ من حوالي خمس وعشرين دولارا للليلة بينما الفنادق الخمس نجوم تبدأ من ثمانين دولار للليلة المطاعم في المنطقة تقدم وجبات بأسعار تبدأ من حوالي أربعة دولارات ثمانية كوساموي جزيرة معروفة بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية الصافية إنها مثالية للزوار الباحثين عن الاسترخاء والهدوء وكذلك الأنشطة البحرية مثل الغوص وركوب القوارب الجزيرة تقدم أيضا مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية من منتجعات صحية ومراكز تسوق فنادق الثلاث نجوم في كوساموي تقدم غرفا بأسعار تبدأ من حوالي ثلاثين دولار للليلة بينما تبدأ الفنادق الخمس نجوم من مئة دولار للليلة المطاعم تقدم وجبات تبدأ من حوالي خمس دولارات اليوم سننشر فيديو عن أفضل وقت للسياحة في تايلند والتقس على مدار العام والرابط سنضعه في الوصف ثانيا معلومات عن تايلند واحد ما نوع العملة المستخدمة في تايلند؟ وهل من الأفضل تبديل الأموال محليا أو قبل الوصول؟ العملة المستخدمة في تايلند هي البات التايلاندي من الأفضل تبديل بعض الأموال إلى البات قبل الوصول لتغطية المصاريف الأولية مثل التنقل من المطار والطعام بعض الوصول يمكن تبديل الأموال في البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة التي توفر أسعار تحويل معقولة اثنان كيف يمكن التنقل داخل المدن التايلندية وبينها بفاعلية؟ للتنقل داخل المدن توفر تايلند خيارات متعددة مثل البساط، التاكسي والتوك توك وللمسافات الطويلة بين المدن يمكن استخدام القطارات، الحافلات أو الرحلات الجوية الداخلية القطارات والحافلات هي خيارات اقتصادية بينما الرحلات الجوية تؤفر سرعة وراحة أكبر ثلاثة ما هي الأطعمة التقليدية التي يجب تجربتها أثناء زيارة تايلند؟ تايلند تشتهر بمأكولاتها المتنوعة والغنية بالنكاهات من الأطباق الأساسية التي يجب تجربتها الباتاي وهو طبق من النودلز المقلية مع الروبيان والفول السودانية والكاري الأخضر التايلندي وطبق سومتام وهو صلطة البابايا الحارة كذلك لا يمكن تفوت فرصة تجربة حساء التوميام الشهير أربعة ما هي العادات أو الأعراف المحلية التي يجب أن يكون السائح على دراية بها لتجنب الإساءة؟ في تايلند من المهم احترام العادات المحلية مثل خلع الأحذية عند دخول المنازل وبعض الأماكن العامة يجب تجنب لمس رؤوس الأشخاص حيث تعتبر الرأس أقدس جزء في الجسم كما يحظر التحدث بصوت عال أو الإشارة بالإصبع ويفضل استخدام الإيماءات اليدوية بلطف خمسة ما هي المناطق التي ينصح بتجنبها لأسباب تتعلق بالسلامة؟ في تايلند ينصح بتجنب بعض المناطق الحدودية مثل تلك المحاذية لمانيمار وكمبوديا بسبب النزاعات المستمرة والمشاكل الأمنية كما يجب توخي الحذر في مناطق معينة من بانكوك والمدن الأخرى حيث قد تكون معدلات الجريمة عالية وخصوصا في المناطق التي تشهد ازدحاما شديدا أو أثناء الليل ولكنها جرائم نشل بسيطة فتايلند بشكل عام بلد آمن جدا ما هي أفضل الهدايا التذكارية التي يمكن شراءها من تايلند؟ الهدايا التذكارية الشائعة من تايلند تشمل الحرف اليدوية مثل الحرير التايلاندي والمجوهرات خاصة تلك المصنوعة من الفضة كما تعتبر الأقنعة التقليدية والتماثيل الصغيرة للفيلة خيارات شعبية منتجات العناية بالبشرة المصنوعة من المكونات الطبيعية التايلندية مثل زيت جوز الهند وبلسم النمر وتعتبر أيضا هدايا رائعة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد